هل الأزمة في السودان ما زالت علقة بسبب بعض المطالب السياسية طبعا قبل التوقيع على اتفاق بين المجلس العسكري والقوات المدنية؟ أعتقد أن الأزمة في السودان قد عبرها تعنق الزجواجة في توافق على الحل التوافقي في حماس شديد من جانب كافة الفؤات السودانية لتوقيع الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة وثيقة الوفاق الوطني بالأحرف الأولى في تفاؤل صحيح في عدد من المشاكل الباقية ولكن هذه المشاكل ليس فيها مشكلة واحدة يمكن أن تغلق باب الأمل أو تفض هذا الاتفاق أو تجعل الطرفين حرصين على أن يعيدوا النظر فيها في الأغلب طبعا أن الاتفاق سوف يواجه مشاكل في التطبيق لكن أعتقد أن الحوار اللي تم ما بين الطرفين حجم الثقة اللي تم التبادل ما بينهم بنية على أساس هذا الحوار جادة وقبر أيضا كان فيه مخاوف أساسية من قوات الدعم السريع لأن القوات الأساسية لقوات الدعم السريع تقوم على جماعة الجنجاويد أنه شغلت في إسمائيه وكانوا بيتولوا يعني بيقوموا بعمليات صعبة يعترف خائد قوات الدعم السريع بأنه كان لدى قوات الدعم بعضا من مجموعات الجنجاويد لكن تم استبعادهم أنها تعمل الآن في إطار توافق وطني أن هي طرفية هذا الاتفاق وابتدعم هذا الاتفاق وأنه لا يمكن أن تشكل خطرا على الاتفاق السياسي لأن الاتفاق السياسي يحظى بقبول واسع في المجتمع السوداني مجتمع السوداني في حد ذاته مجتمع متآلف مجتمع مسالم مجتمع يعني لا يكره العنف مجتمع أيضا يرفض التعصب وعشان كده توافقه حظية بتأييد مصر وبتأييد السعودية وبتأييد كافة الدول العربية وبتأنيف كافة الدول الأصدقاء ما يؤكد أنه السودان يعني يسير في اتجاه الصحيح إلى أنه أيضا الاتحاد الإفريقي والشيوبيا كانوا طرفين أساسيين في صنع هذه التسوية أو هذا التوافق الوطني الذي حظي بتآلف وتوافق وغضى كافة الأطراف السودانية لا تزال هناك بعض الأطراف التي لم تكن طرفها في الاتفاق عاوزة تخش الاتفاق بعض مكونات في أي من الطرفين لا يزال حركات مشلحة موجودة ضمن حركة قوات التاريخ تريد أن تقتنع ببعض القضايا حتى تنضم إلى الاتفاق مشاكل كلها إجرائية من هذا النوع لا تعيق توافق السودانيين على هذا الاتفاق وبالتالي أنا متصور أن السودان عبر بالفعل أزمة وأن الخطر الذي كان يهدد السودان بأن فيه فوضى عارمة يمكن أنه تبدد أمنه وتبدد استقاره وتزيد من انقساماته الداخلية هذه الخطر ده أعتقد أنه فيه توافق دلوقتي على رئيس الوزراء القادم وأعتقد أنهم سموا رئيس الوزراء الوزراء القادم سموه بالفعل هو اسم أزمة عبدالله حمدوك وده بروفسير متخصص في الاقتصاد ومعه بحشن الشمعة في داخل أوساط السودانية وهو كان واحد من أربعة مرشعين وأزود أن يلقى ترحيبا من الطرفين من المجلس العسكري ومن قوة التوافق والتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر